اشتركوا في القناة حول الغلابة حلوة كده طيب فلما نصح بعد سنين طويلة نلاقي جلنا رئيس جمهورية شغله الشاغل ورأس أولوياته الغلابة نبقى طيرين في السماء لما ييجي رئيس الجمهورية بتاعنا ويقول هنعمل حاجة اسمها يا حياة كريمة دي هتغير كل حاجة بكل تفاصيلها لـ 58 مليون بني آدم في رفنة المصري يبقى أنا عايز إيه تاني ده أنا ممكن أبقى رأس مالي برتاح بعد كده أنا كده في التمان جزء مهم بل هو ركيزة أساسية في بلدنا هي صحة الناس في كده ما قلتلكو لو إنه رئيس الجمهورية ما عملش حاجة خلص في مصر غير فيروس سي يبقى ميت فل إنجاز يفضل عايش لعشرات بالمئات السنين الرجل الذي أنقذ أكباد المصريين إحنا النهاردة هنتكلم على القطاع الطبي في المؤسسة دي في حياة كريمة دكتور نادا الدومياطي ما شاء الله أولا أنا لازم أقرلكو يعني التعريف بالمضارة لأن أنا مش زي ما أنتم عارفين طيب استشاري ومدرس أمراض الجهاز الهضمي والكبد والحميات والمناظير بكلية الطب ومستشفيات جامعة حلوان واستشاري زراعة الكبد بالمركز الطبي العالمي ورئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة والزميل الزائر بمستشفى بول بروس بجامعة باريس سكيلي فرنسا صحي كده؟ باريس سكيلي باريس سكيلي فرنسي السلام عليكم دكتور نادا بنورانا ده نورك يا فندم إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام أولا ب يعني كده مش محتاج نقرأ السي في بالتايتل اللي يشرف ده قعد أفكر معاكي أولا بصوت عالي كل ده يكسب دهب يا فندم وتقرري أنك تقومي بعمل هو فيه مجمله وتفاصيله هو التطوع بحد ذاته صحيح ليه؟ إيمان بالفكرة إيمان بفكرة إيمان برئيس دانا الأمل جيه في وقت كان صعب كانت البلد بالضياء لقينا حد صادق بيفتح فرص بيسمعنا فكرة حياة كريمة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة حضراج دي كانت فكرة طالعة من مؤتمرات الشباب ويمكن حياة بتحضر معنا دايما وعارف مجرد مبادرة أفكار أحلام بنقولها الرئيس يقرر أنه ياخدها يعملها مبادرة ومشروع قومي لمصر يعني ده اهتمام كبير قوي ده بمجرد حلم من عندنا فتحس بالمصدقية تحس بأنه لا الدولة وقفة وراء أحلامنا يبقى تستاهل التجربة أن أنا أقف معاها تستاهل التجربة أن أنا خلصت الدكتورة بتاعتي في فرنسا ورجعت وبيبقى عندنا فرص كتير أن احنا نرجع نكمل في بلاد أخرى أو نكمل برة لكن لما أرجع بعد كل المجهود اللي أنا عملته ده عشان أستغل كل العلم ده وأحطه بقى في مبادرة متوفرة لها كل الفرص والإمكانيات بتاعت الدولة دي لا تجربة تستحق أن أنا يعني أبزل مجهود وأدي طاقة وثقة واهتمام ومشانا بس زي كتير جدا في ناس كتير فعلا كنت تفكر أنا رجل أو أنا سيدة خلصت الدكتورات بتاعتي في جامعة كبيرة راقية في فرنسا طب ما أنا أكمل أدرس هناك أشتغل أشوف فرصة عمل في مكان آخر يجيب لي فلوس كتير جدا أوي خالص بس دكتور نادة خدت قرار ترجع بالضبط وعندي إيمان وعندي حلم ويعني وشايفة أن بلدي بتساعدنا أن إحنا نكبر الحلم ده ظروف صعبة صعبة على كل إحنا كلنا سافرنا بره وعشنا وشوفنا في بلاد مختلفة الأحلام اللي هي كنا بنسمحها على أرض الواقع ما بتبقاش دايما يعني حقيقية فلما تيجي تعمل comparison أو مقارنة منطقية لازم تعرف أن البلد حقيقي حقيقي إحنا دراتي بنتغير فلازم تتغير بالناس بقى اللي هي اتعلمت وبقى عندها تطلعات وأفاق أوسع لازم استغل كل الحاجات دي وأدي فرصة البلدي أن أنا أكبرها زي ما هي كبرتنا برد صح في قطع كبير جدا من بلدنا بيقدر يلمس المجهودات اللي بتتعمل وهيقدر يلمس جدا اللي عامل القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة وفي ناس تانية ما بتلمسش ده لأنها مش معنية بي أو بالأدق ما بيصبش عندهم هم ناس ممكن ما تكونش محتاجة كل ده ربنا الكريم ومحظوهم حلو في الدنيا عايزين نعرفهم أنه في ناس هنا بتتساءل حياة كريمة بيعمل إيه والبلد حصل فيها إيه وأنا مش شايف التغيير ومش حاسس بالتغيير القطاع الطبي في مؤسسة حياة كريمة بيعمل إيه وعمل إيه لحد دلوقتي طيب خليني أبدأ مع حداك هي المبادرة طبعا زي ما إحنا عارفين يعني الرئيس أطلقها في 2019 يناير ومضى على وثيقة المشروع القومي لتطوير الريف المصري في يوليو 21 فالفترة اللي هي قبل الإمضاء على الوثيقة دي كنا إحنا كشباب بعد ما الرئيس أطلق المبادرة حسينا أنه لا ده الحلم بتاعنا بيتحقق بجد وعشان نقدر إحنا نساعد في أهداف المبادرة دي لازم أن إحنا يبقى عندنا مؤسسة فتم إنشاء في أكتوبر 2019 تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة هي عضو في اللجنة المشرفة اللي هي لجنة الرئاسة الوزراء المشرفة على مشروع تطوير الريف المصري أو مبادرة حياة كريمة طيب إحنا كمؤسسة في حياة كريمة إيه الخدمات اللي بنقدمها في القطاع الطبي هقول لحضرتك أهم حاجة إحنا حلقة وصل عشان لا نخفل دور مؤسسات الدولة كلها سواء الحكومية أو الغير حكومية لأن إحنا عندنا تكاتف على جميع المستويات إحنا حلقة وصل أهم ما يميزنا الفرق المتطوعين اللي موجودة على الأرض الشباب اللي موجودين في القرى والنجوع والمناطق النائية اللي حضرتك فعلا فعلا ممكن ما تعرفش تصوه إحنا كل المتطوعين عندنا جايبينهم من أماكن اللي هي يعني كل واحد من قلب قريته من قلب النجع عنده هو متطوع معنا عاملين شبكة كبيرة الشبكة دي إحنا بقى بفكرنا الشبابي المتطور إحنا زي منقول 24 ساعة على جروبات الواتس أب يعني عندنا الكونيكشن أسرع فإنت لما يبقى عند حضرتك مثلا على سبيل المثال حالات استغاثة جاينا من غرب سهيل بيقولوا إحنا عايزين قوافل رمض عندنا مشاكل في العيون عايزين قوافلة رمض فيجينا إحنا في المكتب المركزي طلب من المتطوع أو المنصق الطبي اللي في الأسوان يقول لنا يا جماعة يتم التنسيق مع وزارة الصحة يتم الإعلان على القافلة دي في ميكروفرات الجوامة والكنائس في القرية تنزل القافلة تاني يوم على طول إن القافلة جاية جماعة بكرة مخصصة للرمض حلوة قوي هو صوت المواطن اللي هو فين يا فندم اللي هو في غرب سهيل خير حيط يعني صوته تسمع من ابنه ابنه اللي موجود اللي هو متطوع عندي وصل لي في المركزية أنا حضرتك تواصلت مع وزارة الصحة مشكورة على طول القافلة كانت نزلة لو أنا ده دور الأساسي اللي أنا بلعبه فده دور مهم جدا جدا احنا عندنا دلوقتي قرابة 36 ألف متطوع على الأرض والأعداد في ازدياد طيب قطاع طبي أيضا يا فندم أنا في المؤسسة أنا بستقبل الحالات اللي هي العاجلة حالات الاستغاثة قد نسأ قولك الفئات المستهدفة من القطاع الطبي في مؤسسة حياة كريمة اللي بستهدف ميل بستهدف الناس بنركز أكتر على الناس اللي هي في أماكن نائية هو ما عندوش وحدة صحية أو على مسافات بعيدة أو لما جرت العادة ما يبقى فيه قوافل بتنزل بتنزل القوافل في الأماكن اللي هي القريبة من الطريق العام اللي سهل الوصول لها فكر مبادرة حياة كريمة عموماً اتغير في إيه؟ أنه بالرصد والفرق الميدانية اللي عندنا اللي أنا فعلاً يعني دول زمالي كلهم فلازم أشكرهم الرصد الميداني اللي بيتعمل بصفة يومية والشكاوي أو الطلبات اللي بالجنة احنا بنقدر نعمل بيها تقارير ونرفعها للجهات فبيتم تنصيق دايماً بصفة أسبوعية وشهرية لجداول وإعادة تاني ترتبها جداول القوافل الطبية سواء من وزارة الصحة سواء من الجامعات المصرية بيبقى طبقاً للتقارير المرفوعة من الفرق المتطوع أو الرصد الميداني عندنا في المؤسسة فبدل ما أنا بركز القوافل في أماكن معينة لأ بنبدأ نعمل يعني ريمابنج أو إعادة تخطيط تاني للقوافل فيبدأ المواطن اللي هو في قرية نائية اللي هو كان عارف أنه صوته مش هيتسمع بس عنده ابن جاره متطوع في حياة كريمة في مبادرة حياة كريمة ووصل الصوت فنزلنا له على طول قوافل ودية فاندم يعني بتحصل بشكل مستمر يمكن لو حضرتك على صفحة حياة كريمة عندنا هتلاقي دايماً بصفة مستمرة إحنا بننزل الجداول بشكل أسبوعي لكل القوافل اللي بتتم بالتعاون مع وزارة الصحة أو الجامعات يعني بنحاول نبلغ أكبر عدد من الناس إن في قوافل ويقدروا يعني يوصلوها طب القوافل دي بتبقى أهميتها إيه هو حاليك هو ما بينزلش بس عشان يكتب الدواء والعلاج قفلة الرمض مثلاً نزلت غرب سهيل قفلة الرمض لما نزلت غرب سهيل تكشفت على الناس اللي محتاج علاج يعني سهل ياخده ودلوقتي يخده اللي بيحتاج عمليات بيتم تحويلها وتم تحويل فعلاً حالات عمليات على مستشفى جمعة أسوان وتم عمل عمليات ليهم كانت عمليات مية زرق أو مية بيضة لا معظمها بتبقى بالمجان مفيش بالمجان ولو تعصر لنقص مثلاً يعني أدوات أو محتاج مستلزمات طبية تتكفى المؤسسة باستكمال الجزء اللي هو محتاجه يعني إحنا زي بقول حقيقة إحنا بنتكتف كلنا مع بعض كجهات يعني هو أنا دايماً إحنا بنقول عندنا هي مش نقص إمكانيات لما إحنا دخلنا على الأرض قوي إحنا شفنا أن إحنا عندنا إمكانيات كتير وفيه إمكانيات موجودة بس سعاب بيبقى المواطن على قدر من المعلومات غير كافي بالنسبة له أنه يعرف يوصلها بسهولة فلما بيبقى فرق المتطوعين دول موجودين أنت بس ممكن حيكس عادت مشاكل كتير حلينها أن المريض ما يعرفش أنه لو راح مستشفى وكشف هيطلع له ممكن علاج على نفقة الدولة أو عنده حق في التأمين الصحي لتلقي العلاج هو متخيل أنه مريض ومحتاج عملية فهو إما حد يجي يدفع له الفلوس إما هيموت لكن لما حدثه بتساعده تعمله التراك اللي يمشي عليه ويتلقى الخدمة من الدولة بالمجان بس هو ما كانش عارف أنه هو ياخدها بالمجان فحاسس بالظلم وحاسس أنه مش عارف ومش من تصور أنه ده هيحصل وده اللي احنا بنعمله فعلا في المؤسسة يا فندم لما بنتلقى حالات زي كده وإحنا فريق القطاع الطبي برضو أنا أحب يعني أدي فكرة الحضاك عليه إحنا عندنا مكتب مركزي في المؤسسة ده الهاب يعني الأساسي هنا في القاهرة حلو وعندنا في المجلس الاستشاري الطبي المجلس الاستشاري الطبي ده مكون من 15 طبيب تخصصات مختلفة كلهم شباب ولكن معهم يعني دكتوراه وماجستير في تخصصات مختلفة اللجنة دي أو المجلس ده بيتم انعقاده بصفة أسبوعية هي بتبقى دايما يوم ثلاث وبيعرض عليه كل الحالات اللي تم استقبلها فيه خلال الأسبوع بالتقارير بكل العرض الوافي للحالة وبيتم البت أنه هنعمل إيه في الحالة دي في يوم الثلاث بالزبط مش الأربعة لا الثلاث التلات بالليل بيبقى محضر الاجتماع جاهز بقى مخلصين بالزبط يا فاند أربعة الصبح تطلع الجوابات من عندنا من المؤسسة للجهات المعنية للجهات المعنية لاستقبال الحالات وفي حالات بقى حضارك بس بتبعتها على مستشفى جامعة القاهرة خلاص هو بيمشي في التراك بتاعه بياخد يتلقى العلاج لو في عمليات بالمجان بتتعامل وعندنا أكتر من مثال طب والدورة دي بتبقى سريعة ولا بطيئة أنا بقول له حقيقة جواب بيطلع تاني يوم وعندنا إحنا قاعدة بيانات متسجل فيها كل حاجة وكل خطوة وبنعمل تراكينج ومنسقين الطبيين في المحافظات كيف يتبعوا مثلا لو بعمل حاجة مع جامعة القاهرة حلوان عين شمس الفيدباك مهم وده اللي بقول له حقيقة إن إحنا عندنا فريق متابعة مركزي عندنا في كل محافظة فيه منسق طبي وتحت المنسق الطبي فيه فرق طبية اللي هي بتنزل على الأرض في القوافل وتستقبل الحالات إحنا عندنا في مقارات المؤسسات دلوقتي في المؤسسة كل المقارات في المحافظات فيها عيادة طبية لاستقبال برضو الحالات وتقديم يعني الخدمات الأولية أو استلام التقارير فأنا يعني هو جروب كبير مجموعة عمل كبيرة جدا جدا وأهم ما يميزنا سرعة الفيدباك يعني أنا بيبقى العيام مثلا واقف في المستشفى وبيقول يا جماعة أنا يعني وصلي من المتابعة إنه لأ ده ما قدرشي لسه يتلقي الخدمة أو على طول بيتم التواصل فخليك ما تتحركش إحنا في حد هيقابلك دلوقتي لتلقي الخدمة زي كل المواطنين هو مواطن مصري زي كل المواطنين هو مواطن مصري هو مواطنه شخصة يعني بالضبط ولكن إحنا زي ما بيقول لحاجة بنعرفه بحقوقه إنه سعب يبقى مش عارف إنه يروح الجامعة بسرعة هياخد الإجراء والدنيا هتمشي كده وعندنا حالات كتير وعمليات كتير عندنا زراعة نخيع عملية زراعة كبد عندنا عمليات العيون كتير جدا جدا نخيع وكبد تبقى حقق كريمة وعلى فكرة يا فندم وبيتحمل تكلفتها الدولة إحنا بنساهم في إن إحنا مثلا نقدم للمريض خدمات اللي هي بنسميها ما حول العملية لكن العملية لا بتتحملها الدولة مشكورة فأنا بقول لحاجة دي حقائق وعندنا يعني إحنا عندنا أرشيف وعندنا داتابيز موسقين كل خطواتنا الفيدباك بتاعنا بيسجل وبيتم يعني تحديثه بصفة يومية إحنا فريق كبير جدا جدا لأن مؤمنين إن النتائج لازم تبقى بأرقام فأنا لازم أعرف أنا بعت لحضرتك كمنصق مثلا في محافظة الإسكندرية أنا بعت لحضرتك النهاردة عشر حالات بعشر جوابات اللي حضرتك كنت بعتهم لي من يومين عشان يخشوا اللجنة فحضرتك هترد عليك كمان ثلاثة يام الحالة استلمت جوابها عملت إيه وراحت نسأل السؤال ده لو أنا منصق وبعت للإدارة المركزية أو غرفة العاملة المركزية هبعت لكم مثلا النهاردة تردوا علي إنتك تقولي خلال يومين بيترد وإحنا بنرجع نقولك ها بالزبط كده ده حقيقة فينا ده حقيقة يعني لو بعتت أنا مثلا في ناجع كذا 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 بعيد في بلدنا في الصعيد وبعت للإدارة المركزية يا جماعة احنا في عندنا مثلا في خمستاشر حالة كذا وفي سبتاشر حالة كذا وفي عشرين وفي كذا كذا هبعتهم النهاردة تردوا علي بعدها بـ 48 ساعة؟ ده الواقع اللي احنا شغالين به ده الواقع اللي احنا شغالين به ده الواقع على الأرض وعشان كده بقولها كهو مجهود جبار من المنصقين على الأرض من الفرق الطبية وبرضو أرجع أقول لحظة تانية متطوعين كلهم معظمنا أطباء الطبيب ده بيبقى وقته شوية يعني دايا لأنه أنا عندي شغل يعني شغلي في أماكن سواء أنا في الجامعة أو مستشفيات وزارة الصحة فالشغل بتاعنا كريتيكال شوية ولكن كل الناس متبرعة بوقتها وإحنا عندنا كمان أعداد كبيرة جدا من الأطقم الطبية اللي حبة تنضم لحياة كريمة ويمكن أنا بناشد كمان يعني زملائنا الأطباء والتمريد والأطباء البيطارين في القرى والنجوع والأماكن النائية إحنا يعني نتمنى أنتم تتعاونوا معنا ونتمنى أنتم تبقوا موجودين معنا لأن إحنا ممكن نعرف نوفر إمكانيات ولكن العمل البشري دا مهم جدا وحلاك عارف أن إحنا شوية عندنا نقص في العمل البشري في المجال الطبي فإحنا مش لازم أبعد دكتور من القاهرة عشان يعالج ناس في أصوان في حين أنه في أطباء هنا يعني عايز ناس من أهلين اللي في أصوان فإحنا يعني وفعلا تم استقبال ناس ومنظومة خائمة على المتطوعين في مجالات المختلفة هسأل سؤال برضو يبدو غتيتا يوسف المنصق بتاع الناجعي كذا بعت الحالات خلال يومين رده عليم من الإدارة المركزية هنبدأ نقوم باللازم بدأتوا تقوموا باللازم حالة المريض لو افترضنا أنه مثلا محتاجة عملية ما من وقت ما يوسف هيبعت الحالة لحد ما المريض بإذن ربنا سبحانه وتعالى يدخل غرفة عمليات بيبقى لها زي service level مثلا يعني قول الله في توقيت لا يزيد عن كذا وطبعا أكيد ده تبقى للتقرير الطبية وعلى حسب حالته بس بتبقى قد إيه؟ بنصنف الحالات فاند يعني المجلس الاستشاري الطبي ده بيصنف رين على الحالات في حالات مثلا بتجينا وسط الأسبوع مش هتستنى اليوم التلاتة عاقل فبنخش على طول وبيتم منعقاد اللجنة على يعني على اجتماع يعني على الانترنت بحيث أن هما يبدتوا في الحالة سريعا ويقولوا أن هنوجهها ازاي أو هنعمل ايه فاحنا بنصنف الحالات بحيث أننا في حالة احنا كمان أطباء فبنبقى عارفين دي حالة عجلة فلو حالة عجلة ما ينفعش أنها تمشي في التراك الطبيعي بتاع انها لسا يروح العيادة في المستشفى ويكشف ويعمل أشعاعات يعني في حاجات بتاخد وقت وفي حالة بتبقى لا ممكن تستنى ومشي في التراك فأنا متطمنة عليها إنها مشي في التراك الطبيعي وانها حالة صحية أنا ببقى متطمن بالزبط أنا بتكلم ده في إطار توجيهات الرئيس بالقضاء على قوايم الانتظار يا فاندم إحنا بس يعني أنا بقى يمكن من المبادرات المهمة اللي لازم أشيد بيها لأن ده في صاميم عملي هي فيروس سي طبعا فيروس سي في 2016 أو 2015 2014 كان كابوس كان كابوس صح وكان العيام بيجينا بنبقى خلاص إحنا عارفين هو ماشي في سكة إيه وخلاص ما بنتكلمش كتير دلوقتي أنا ببيتش بشوف فيروس سي بس لو جالي عيام فيروس سي إحنا بنديله دواء زي دور البرد وطريقة حتى التعاون معين آه ده فيروس سي ما تقلقش عادي فالكلام ده شفناه برة كانوا بيبصوا على التجربة بتاعتنا هما ما كانوش مصدقين ولما دلوقتي بقينا في أي مؤتمر علمي بيتجاب كلمة هباطايتس سي لازم تذكر مصر لأن احنا كنا دايما بيتم ذكرنا كالدولة الأولى في هباطايتس سي وكان بيدرب بينا المثل على مستوى العالم على مستوى العالم بيدرب بينا المثل رسميا أن احنا دولة رقم واحد في هباطايتس سي دلوقتي بقى بيدرب بينا المثل في مؤتمراتنا العلمية وكل لقاءاتنا الدولية أن احنا رقم واحد كقضاء خلوة من المرض فدي حاجة ما كنا نمرة واحد بالمرض دي حاجة احنا بالنسبة لنا وكناش مصدقينها يعني عشان اوفر دواء وكان غالي ساعتها أول منازل غالي جدا جدا وكان في دول أوروبا غالي جدا جدا والتأميم ما كانش بيقدر يتكفل بي فكنا ما بنحكي لهم انه ده موجود في مصر وفور فري يعني لكل المواطنين مجانا كانوش بيصدق لغاية لما أعلنت الـ WH-ON مصر خلاص خالية من هباطايتس سي في ظرف سنتين تلت فدي مبادرات كلها بتدي مصداقية فاندم واتحققت بسواد مصريين احنا محد استعادنا يعني طب يعني أنا يمكن حتى كنت بتكلم لسه من شوية يمكن على صعيد آخر متعلق به هو الوضع اقتصاديا في بريطانيا أصعب ولا احنا أصعب فانا قلت يا جماعة والله هم الأصعب أبسط حاجة يعني انت ممكن تخش عادي محلات هنالك وما تلاقيش البضاعة يعني مش موجود روح دور في حتة تانية وتروح في حتة تانية وبرضو ما تلاقيش وهكذا هنا هرجع على مسألة الرعاية الصحية بريطانيا دايما من ضمن البلاد اللي بتفخر بالتغطية والرعاية الصحية بتاعتها بس لأن انا عارف كويس جدا بريطانيا فانا عارف ان عندهم قوائم انتظار تخض في بريطانيا في القطاع الصحي تخض بالمعنى الحرفي انها تخض انا مش اقولك انها عالي نعقد المقارنة لكن انا دلوقتي اقدر اقول انه انا بالفعل خدت شوت في القضاء على قوائم انتظار عن طريق القطاع الطبي في حياة كريمة عن طريق مبادرات الرئيس عن طريق مئة مليون صحة الى اخره ده بالتأكيد يا فاند خدت شوت وشوت جاد وشوت ملحوظ انا بكلم دكتور نادا لسه راجع من فرنسا انا بس انا لو دخلت ما هيكفل مقارنة وقلت هبقى متفقة تماما مع رأي حضرتك واقايده تماما جدا وشفته بعيني هو معلش هضرب مثل ويمكن اللي عايش برا هيبقى عارفه كويس قوي انت حقيق عشان تروح لدكتور وعشان تحجز موعي الدكتور او تحجز اشعة دي حاجة بتاخد شهور ومعروفة في دول اوروبا لا هو البيروقراطية الإنجليزية مفيش زيها في اي كتاب مفيش مقارنة هتبقى المقارنة لصالح مصر وانا اصد في كلامي واي حد هيبقى راح وسافر هيبقى عارف الملحوظة دي هايك بتتكلم على قوام الانتظار لا لما يبقى فيه مباطرة هباطايت السي ويتم القضاء على فيروس سي في سنتين تلاتة دي مش قوام كانت انتظار مميتة مميتة يا فندم وكان بتصب عندنا في امراض اخرى زي اورام الكبد هو العيان على ما كان بينتظر العلاج كان بيجيله اورام كبد او هيتحول من مريض بقى هباطايت السي لمريض مستني زراعة كبد او يموت فانت حياك دي مش قايمة انتظار مميتة حياك قضيت عليها بالكامل طبعا طب ما هدي قايمة انتظار حياك امراض القلب وعمليات القلب المفتوح عمليات العظام عمليات الرمض لا حباك تقدر كمان تخش على صفحة وزارة الصحة وتشوف هقولها حقيقة احنا دورنا كمؤسسة ايه في حتة قايم الانتظار احنا قايم الانتظار لما يعني نسقنا مع الجهات المعنية احنا دورنا انه لما يبقى في عيان محتاج عملية ومسجل على قايمة الانتظار احنا بنحاول نعمل المتابعة الدقيقة عشان نصرع الانتظار عنده وفي معظم الحالة بنلاقي ان هو مش محتاج ان انا اتدخل لان بيبقى قايم الانتظار التوجهات من سيادة الرئيس انها ما تاخدش وقت لانه هل بيبقى جزء من عملكم في القطاع الطبي ممكن اعادة التوزيع ممكن يبقى فيه قايم الانتظار مثلا لحالات تنظر او تجرى في المستشفى العلاني بس المستشفى ده مليان جدا فهل انتو عشان بتبقوا عندكو زي ما بقول كده غرفة قيادة مركزية بتقدروا تعملوا عملية اعادة التوزيع طبعا دي يا فنلم بتبقى لجان فنية يعني دي بتبقى لجان فنية تابعة لوزارة الصحة طبعا بتبط في كده وبتبقى فيه تخصصات ندرة في اماكن معينة فانا ممكن اعمل ريفيرل للحالة دي يعني ابعت الحالة دي من المحافظة اللي هي مقيمة فيها لمحافظة اخرى لتلقي يعني نوع العلاج ده لانه مش موجود في محافظته فحرام يفضل مستني لانه يعني هيستنى كتير على توفير الخدمة دي فطبعا اللي هي دي حركة يعني متغيرة القطاع الطبي ده متغير وسريع الاداء وعايز حركة سريعة طيب المبادرة الرئاسية ومؤسسة حياة كريمة احنا بنتكلم على الرئيس حد لمدة زمنية مرحلة اولى وتانية وتالتة فهنبقى عملنا كل حاجة لكن من باب الاستدامة هل مثلا القطاع الطبي في حياة كريمة هيتوقف بعد ما يتم تسليم كافة المراحل ولا احنا مستمرين يعني هتعملوا ايه نتمنى الامراض تتوقف وإحنا نسكت بس هتمنى كل مننا نتمنى زي لا طبعا دي حاجات من اللي هي يعني احنا يمكن بنقول احنا من ضمن اهدفنا احنا داخلين على مرحلة تانية لحياة كريمة والتالتة ولكن احنا عايزين كمان نضمن استدامة تقديم الخدمة اللي احنا بدأناها في المرحلة الاولى والحفاظ عليها يعني نعمل لها منتنانس دايما عشان تفضل قائمة وموجودة لان احنا مش هنخرج من المرحلة الاولى ونبدأ في التانية والتالتة فننسى الاولى هيبقى كده ممشناش مع الخطة بس خليني كمان نقول لحقيقة اللي بيأكد الاستدامة اكتر هو برضو ما نخفلش دور دلوقتي التحالف طبعا التحالف الوطني طبعا يعني العمل التنموي صحيح وده بقى انجاز كبير جدا جدا ويمكن احنا عمليم من سنة لسنة نتقدم في مجال اللي هي الخدمات المجتمعية والجانب التوعوي والجانب التوعوي لان انت حراك انت عماء يعني الدولة مستوها بيتقدم خطوة خطوة يعني مثلا دولة حراك من تتكلم عن التحالف الوطني فانا اقول الحراكة احنا المؤسسة طبعا هي عضو من اعضاء التحالف الوطني تمام التحالف الوطني هو 24 مؤسسة يضم حتى الان 24 مؤسسة يعني تم تدشين التحالف ده في مارس 22 حراكة ما تيجي ببص على المؤسسات المشاركة فيه اللي بتقدم الخدمات الطبية كل مؤسسات المجتمع المدني حدث ولا حرب حدث ولا حرب طب خطتكم الجاية ايه الخطة الجاية الخطة المستقبلية تمام الخطة المستقبلية بالنسبة لنا هو ان احنا عايزين يبقى عندنا داتابيز داتابيز لكل المستفدين بالتعاون بقى مع التحالف الوطني وكل مؤسساته عشان احنا نضمن استدامة تقديم الخدمات دي وان انا كمان ما عملش اهضار للمال العام وانه بوصل خدمة في قطاع الطبي للمستفدين دون التكرار وده لما احنا جينا فكرنا في يعني في الهدف من التحالف انه انت حقيق كل المؤسسات دي بتصب في يعني داتابيز واحدة قاعدة بيانات واحدة فبالتالي انا ابقى شايفة مين المواطن اللي محتاج خدمة ومين اللي خد مرتين فما ادلوش ده هدف اساسي احنا بنشتغل عليه حشان اقدر اوفر الخدمات دي لاماكن اخرى لناس اكتر الفكرة تانية عندنا في الخطط بتاعتنا المستقبلية ان احنا كمان عايزين نزود اعداد المتطوعين نوصل اكتر تمام نزود اعداد القوافل لان القوافل دي دورها مهمة جدا جدا في المسح واكتشاف الامراض عايزين نفعل اكتر المبادرات الرئاسية فاحنا محتاجين متطوعين معانا وهنا بنشد كل اللي في المجال الطبي والمجال الطبي البيطاري انه انضمام لنا لانه الهدف سامي يعني احنا عايزين نقدم الخدمة تبقى متميزة للناس اللي في الاماكن النائية ونضمن استمرارية الخدمات دي طب يمكن عندي هنا حاجة هو اخر قفل عملتوها مثلا كانت فين وبتعمل ايه لا احنا عندنا ما تتقلش اخر قافلة لان احنا عندنا يعني بيقى في مجموعة قوافل بغتحارة احنا يوميا مثلا يعني يوميا بيبقى فيه 15 قافلة 10 قوافل ما اصلاح لك الجهات كمان كتير اللي بتعمل القوافل مش مثلا النهاردة قافلة المكان الفلاني لا يفهم النهاردة فيه 15 قافلة اللي رحين كذا وكذا وكذا احنا يوميا يوميا على الارض كل محافظاتنا نازل فيها الفرق المتطوعين من حياة كريمة لتسهيل او مساعدة الجهات سواء وزارة الصحة او الجامعات في القوافل اللي هما بينزلوها يعني بنساعد المواطنين ان هما يوصلوا للقوافل دي بطريقة اسهل نشجع الناس انها يعني تروح للقوافل القوافل دي بيبقى نتاجها اخر اليوم حالات محولة للمستشفيات واكتشاف امراض وتلقي خدمات علاجية او هتحول اجراء عمليات فالعملية يعني الديناميكية متحركة جدا 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 سريعة طب من انا فتنظري مرتين قلتي احنا عايزين اطباء بيطاريين معنا يعني القطاع الطبي في حياة كريمة يشمل القطاعين اه لان هو حداك احنا يعني المصريين او الريف المصري اللي هو المبادرة يعني ايما عشان تطوره ايما رحاله هو المواطن في الريف مهتم بصحته وصحة الحيوانات اللي بيانتلكها بالزبط فدي حاجة مهمة جدا اللي بتعينه على المعيشة وبتدي فيد باك او يعني رد فاعل للمواطن لما بيانازل قافلة بيطارية في الاماكن بيبقى سعيد جدا جدا يمكن اكتر من القافلة اللي هي تخصه تعيد لان هو بيبقى عايز يتطمن يعني الحيوانات سليمة وكل حاجة قوافل دي غير كمان انت حضيت مع التعاون مع الجامعات ما هو بيقى فيه قوافل من كلية زراعة اوكي فهي يعني بتبقى القافلة ما بتنزلش بس قطاع طبي ولكن انا بتكلم على ما يخصني يعني في القطاع الطبي القافلة بتبقى شاملة ومجالات مختلفة في القافلة بتنزل فيها تكامل ما بين قطاعات كتير تكامل ما بين قطاعات وما بين جهات ومؤسسات مجتمع مدني وحكومة يعني وده تطور ملفت لان احنا كان زمان حضيت انت حد بينزل بقافلة يبقى انا اللي عملت دلوقتي انت حالك بتلاقي اكتر من جهة نزلة واحنا حلقة الواصل ما بين كل الجهات تي عشان كل واحد معاه حاجة يقدر يكمل التاني فالخدمة تطلع باكتر شكل يعني ممكن يبقى في حد يقول والله دكتور نادة انا مش في كلية الطب ومش خريج طب ومش في كلية هندسة او مش خريج هندسة انا طالب في سنة تانية سنوي وعايزة تطوع هل دوارد؟ احنا معانا فعلا في الفريق الطبي معانا ناس مهندسين ومعانا ناس خريجين كلية تجارة وتربية وبيعملوا معانا الشغل وسعب بيطلع الشغل وطلبة وتلام اروح لكو ازاي اقول لكو انا عايزة تطوع احنا التطوع عندنا يا فندم من خلال المؤسسة من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل او على الصفحة الرسمية لحياة كريمة فيه أبليكيشن يعني طلب انضمام او تطوع للمؤسسة وبيتم البت فيه وعلى طول احنا يعني بنرد عليكم منقول لك اهلا وسهلا على طول لان احنا محتاجين احنا محتاجين الشباب اصلا ان احنا شباب واتعبنا وعايزين العدد يزيد والحركة تمشي ويبقى احنا اجيال مختلفة صح صح هو على رأي الغنوة بتاعة حياة كريمة بتاعة امي عين اهلا وسهلا شرفتنا دكتور نادا نورتينا وشرفتنا بجد وحاجة يعني تفرح بنشاطكم في القطاع الطبي في حياة كريمة زي ما تفرح بالمبادرة والمؤسسة ككل حاجة بتفرحنا كلنا لانها في النهاية خالص بتفرح اهلنا اللي موجودين ستين مليون بني ادم كان ليهم حق افرحوا من بدري بس الحمد لله ان احنا بدأنا نفرحهم نورتي وشرفتي وقفتتي وربنا يوفقكو جميعا بجد يعني مرسي استاذ بيوسف انا سعيدة جدا جدا ان انا مع حضرتك النهاردة واتمنى ان احنا نكون بس دينا يعني بصيص امل كده وان الناس تتفائل واحنا كلنا بنواجه يعني حاجات مشاكل صعبة كتير ولكن مع بعض هنقدر ان شاء الله وفيه يعني فيه نقاط امل كتير بتخلينا احنا كمان كشباب نصدق في حلمنا ونكمل ومن يقس هي دي نصدق في حلمنا هم دول الكلمتين اللي فيهم الشفاء انا اجدد مرة تانية شكري لدكتور نادا الف شكرة فندم صدق حلمك يعني دايما نعود اقولها لك لو حلمت تمسك نجوم السماء بأديك هتمسكها هو انت متخيل اللي طلع وقف فوق الامر ده ما كانش بيحلم يعني وهو كان بيحلم فون براون لما اخترع الصواريخ في المانيا زمان والامريكان خطفوا عندهم وخدوا اختراعاته وهو كان بيحلم فحضرتك خليك بس على قد حلمك حلم بتمسك نجوم السماء هتوصل حلمت يا دو بتتغطى بالكوفيرتا وتريح هتوصل لده برضو يعني هو ده حلمك خليك على قد حلمك واحلم حاجات كتيرة وكبيرة البلد بتتغير مش عشان احنا بنقولك كده عشان نقولك كلمتين ونفرحك انزل بس لفي في القريف وانت هتفهمني كل الشكر لدكتور نادا قدمياطي مدير القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة استأذنكم نروح لفاصل بعد الفاصل هنرجع لحاجة مهمة جدا ايه هي احنا عندنا حاجة اسمها اليوم العالمي لمحو الأمية بالأرقام احنا كدولة عملنا ايه خلونا ناخد بعض الفاصل ضفنا العزيز دكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار استنونا بعد اصدق